موسيقى في تكوينها معنا اول سؤال اكمل واحد يعد نقط اهم مصادر المياه العزبة في مصر مين اهم مصادر المياه العزبة في مصر نهر النيل يبقى نهر النيل رقم اتنين لا تتوافر في مصر غابات طبيعية ما عندناش غابات طبيعية ما عندناش نبات طبيعي اللي هو بينمو دون تدخل الانسان كتير لعشان المياه بتاعت المطر قليلة يبقى بسبب نضرة الامطار طيب يبقى انا عندي نباتات صحراوية في مصر ايوة صح طب عندي غابات طبيعية لا لا تتوافر الامطار رقم ثلاثة من الموارد الطبيعية المياه ومصادر الطاقة والهواء والنبات الطبيعي والسروات المعدنية رقم اربعة الاسراف في استخدام المياه يقلل من الموارد الطبيعية لو انا اصرفت استخدمت المياه كتير جدا ده هيقلل من الموارد الايه الطبيعية رقم خمسة الموارد نقط بتوفر الخامات الضرورية لقيام الصنوعة الموارد الطبيعية هي اللي بتوفر لي الخامات الضرورية ليه قيام السنوعة قامت الزراعة في وادي النيل والدلتا ليه قامت الزراعة في وادي النيل والدلتا بسبب وفرة المياه العزبة والتربة الخزبة طالما أنا عندي مية عزبة وتربة خزبة إذن أنا هزرع يبقى قيم الزراعة في الودي والدلتة بسبب وجود المية العزبة وكمان التربة الخزبة بسبب وجود المية العزبة وكمان التربة الخزبة السؤال رقم 7 يعد نقط ونقط نموذجا من الأنشطة البشرية عندنا السياحة والتجارة السوق التجاري يبقى السياحة والسوق التجاري تنقسم الموارد في مصر إلى موارد طبيعية موارد منحها الله للإنسان دون جهد من الإنسان في تكوينها دي الموارد الطبيعية أما الموارد البشرية الموارد التي يقوم الإنسان بإنتاجها هو اللي أنتاجها ليه لإجباع حاجته واحتياجاته زي المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية عندي أنشطة بشرية زي الزراعة زي الصناعة زي السياحة زي التجارة تاني اختر الاجابة الصحيحة كل مما يلي موارد طبيعية ما عدا يعني كلهم موارد طبيعية ما عدا ايه الهوى موارد طبيعي النبات الطبيعي موارد طبيعي موارد الميا موارد طبيعي يبقى ما عدا ايه السياحة يبقى كل مما يلي موارد طبيعية ما عدا السياحة تنتشر النباتات الصحراوية في مصر قلنا بتنتشر النباتات الصحراوية لأنها بتتحمل نضرة الأمطار يعني الجفاف يبقى عندنا نباتات صحروية في مصر بسبب نضرة الأمطار رقم 3 يعد نقط أهم مصادر المياه العزبة في مصر قلنا أهم مصدر للمياه العزبة في مصر وقامت بسبب الزراعة هي نهر النيل يبقى أهم مصدر مياه عزبة في مصر نهر النيل هندخل على أسئلة العصر البطلمي طبعا العصر البطلمي هو عصر خلفاء الإسكندر الأكبر بعد وفاة الإسكندر الإسكندر كان عنده إمبراتورية تم تقسمها بين جنوده طب يا بطلميوس يا أول رغبتك في الانفراض بحكم مصر ليه؟ بسبب سروتها العظيمة وتاريخها المجيد يبقى أول سؤال بما تفسر رغبة بطلميوس الأول في الانفراض بحكم مصر بسبب سروتها العظيمة وتاريخها المجيد بطلميوس الأول كمان أنشأ كثيرا من المناحل عشان يصدر العسل للسين يبقى أنشأ المناحل ليه؟ لتصدير العسل للسين أنشأ المناحل ليه؟ لتصدير العسل للسين انتحار أنتونيوس وكيلوباترا هو أنتونيوس وكيلوباترا انتحروا ليه؟ بسبب هزيمتهم في معركة أكتيوم البحرية يبقى بسبب إيه؟ بسبب هزيمتهم في معركة أكتيوم البحرية وانتصار أكتافيوس المعركة دي كتعام واحد وثلاثين قبل الميلاد مين أطرفها؟ أكتافيوس ضد أنتونيوس وكيلوباترا طب إيه اللي حصل؟ انتصار أكتافيوس على مين؟ على أنتونيوس وحليفته كيلوباترا السبعة مما أدى إلى إيه؟ مما أدى إلى انتحار أنتونيوس وكيلوباترا طب ميسعي ديها تاني بما تفسر ليه انتحار أنتونيوس وكيلوباترا؟ بسبب هزيمتهم في معركة أكتيوم البحرية وانتصار مين؟ وانتصار أكتافيوس آخر سؤال سقوط دولة البطلمة قلنا دولة ضعيفة تسقط بسبب ضعف الملوك ضعف الملوك يبقى سقوط دولة البطلمة بسبب ضعف الملوك بعد بطلميوس الكيم بعد بطلميوس الثالث كمان صورات المصريين ضد حكم البطلمة كمان روما نفوذها قوي زيادة نفوذ روما وتدخلها في أحوال مصر خاصة في عهد كيلوباترا السبعة يبقى سقطة دولة البطلمة بسبب ضعف الملوك صورات المصريين زيادة نفوذ روما تاني ضع في الملوك سورات المصريين زيادة نفوز روما وتدخلها في ايه؟ في شؤون مصر خاصة في عهد مين؟ كيلو باترة السبعة السؤال التاني ده علامة صح او خطأ البطالما هم خلافاء الاسكندر الاجبر في مصر؟ طبعا صح البطالما هم خلافاء الاسكندر الاجبر في مصر يبقى العصر البطلمي هو عصر خلفاء الليسكندر الأكبر به كان بطلميوس الأول من أشهر قوات جيش الليسكندر الأكبر صح وكمان شارك مع الليسكندر الأكبر في موظم حروبه رقم ثلاثة انتصرت كيلو باترة السبعة وحلفها أنتونيوس في معركة أكتيم البحرية طبعا غلط اتهزمت هزمت كيلو باترة السبعة وحلفها أنتونيوس أم المين اللي انتصر؟ أكتافيوس رقم أربعة زاد تدخل البطلمة في شؤون مصر في عهد كيلو باترة السبعة غلط هنشيل البطلمة ونحط روما زاد تدخل روما في شؤون مصر في عهد كيلو باترة الايه؟ في عهد كيلو باترة السبعة عندنا سؤال أكمل تحالفت كيلو باترة السبعة مع القائد الروماني أنتونيوس تولت كيلو باترة السبعة حكم مصر بعد بعد بطلميوس الثاني عشر انتهى عصر دولة ايه في مصر؟ بعد انتحار كيلو باترة طبعا لما انتحرت كيلو باترة هيبقى انتهى عصر دولة الايه؟ البطلمة في مصر وأصبحت مصر ولاية رومانية من أشهر المعابد البطلمية في مصر المعابد البطلمية عندي دندرادير المدينة ادفو ويفية له لو قال لي في مصر حقول له دندرادير المدينة ادفو ويفية له طب لو في النوبة كلب شابيت الوالي وادي السبعة لبا في النوبة ايه؟ كلب شابيت الوالي وادي السبعة طب من أشهر المعابد البطلمية في مصر دندرادير المدينة ادفو ويفية له طبعا وعندي كمان منارة الأسكندرية اشتركوا في القناة